تقارب قطر وإيران بعد القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي أعلنت فيها 56 دولة إسلامية عن جهودها لمكافحة الإرهاب فكانت قطر الدولة الوحيدة التي ضربت بقرارات القمة الإسلامية الأمريكية عرض الحائط وفي دليل واضح لا يقبل الشك على العلاقة التي تربط قطر بكل من إيران وميليشيات الحوثي خصوصا بعد إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة قطر أعلنت إيران وجماعة الحوثي وقوفهما لجانب قطر حيث أبدى رئيس ما يسمى باللجنة الثورية للحوثيين الاستعداد للتعاون مع قطر وصفا إياهم بالأوفياء كما أعلن اتحاد المصدرين الزراعيين الإيراني استعداده مد قطر بالمنتجات الغذائية والاحتياجات كافة ولا يمكن اعتبار الاتصال الذي جرى بين أمير دولة قطر والرئيس الإيراني في بداية شهر رمضان الكريم عابراً حيث أكد الأمير القطري للرئيس الإيراني مواصلة التعاون بين البلدين كما أن هناك تقارب إيراني قطري في المواقف تجاه الجماعات الإرهابية كجماعة ما يسمى بحزب الله وقد وقع الطهران والدوحة عام 2015 اتفاقاً أمنياً عسكرياً شمل تدريبات مشتركة ورحبت الدوحة باقتراح إيراني لإنشاء منظمة دفاعية أمنية إقليمية رغم عضويتها في مجلس التعاون الخليجي فلا تختلف الأوساط السياسية العربية والإسلامية والدولية على اعتبار التقارب القطري الإيراني يمثل منعطفاً خطيراً لإلحاق الخطر الفادح بالمصالح العربية فهو تقارب لا يخدم أي مصلحة إسلامية تذكر لأنه خروج عن الصف الخليجي من خلال الانحياز الواضح لإيران